مملكة البحرين يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية حيث يقضي هذا المبدأ بتوزيع السلطة على هيئات متعددة لحماية الحريات وبحسب المادة رغم 32 من دستور مملكة البحرين والتي تشير إلى أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور واعتبار أن الملك رأس تلك السلطات جميعا حيث أن هذا الفصل يعزز احترام الحقوق والحريات الأساسية التي نصت عليها الدستير ومبادئ حقوق الإنسان هذا ما حرص المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم على تطبيقه للحفاظ على الحريات والحقوق باعتبارها أهم ركائز النظام الديمقراطي إن مملكة البحرين بنهجها الديمقراطي تقوم دائما على عدة ثوابت راسخة مستمدة من الفكر الحضاري للمملكة والقائم على مبدأ الشورى وعلى إشراك الشعب في ممارسة السلطة من منطلق أن السيادة الشعبية مصدر السلطات جميعا كل ذلك مع وجود جلالة الملك المعظم على رأس هذه السلطات بما يضمن للوطن والمواطن التقدم والازدهار فعجلة المسيرة الديمقراطية مستمرة بما يتوافق مع المبادئ والثوابت الوطنية التي تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها ميثاق العمل الوطني ترجمة نانسي قنقر